بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في قناتي قناة رجاء التعليمية النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض يونت فور وهي للصف الثالث الابتدائي بعنوان أت هوم بالمناسبة أني طبعا اليومين دول بنحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة خلاص بقى يومين وهنحتفل إن شاء الله رحم الله شهداء الوطن وربنا يدي الصحة لكل مقاتلين ومحاربين مصر كل عام وهم بألف خير ويرب يعود عليهم الأيام بكل خير وصحة وكل المصريين بكل صحة وخير وأمان يلا نبدأ أد هوم يونت فور أول لسن عندي لسن وان اللي هو لسنينج ويكلمات الفيكابلوري اللي هي موجودة في اليونت وطبعا ات هوم يعني في المنزل وإحنا متعودين في أشياء معينة كده في المنزل زي كابورد اللي هو الدولاب تيبول تيبول اللي هي المنددة أو التربيزة تيليفزيون تيليفزيون اللي هو التلفاز أو التلفزيون تشعر تشعر اللي هو الكرسي آرم تشعر آرم تشعر اللي هو الكرسي زوم أسندين كلاك ليسع بوك كيس اللي هو المكتبة أو خزانة الكتب صوفاء اللي هي الكنبة لاب اللي هو المصباح الحاجات دي طبعا موجودة في كل بيت والدرسة دي جميل جدا منضح لشوية جرامر وأول حاجة الابد بيس الهاني بيقوله هاني وطار يو دوينغ هاني وطار يو دوينغ رح هاني الرادل وقائي لإيه I'm looking for my math book يعني أنا ببحث عن كتاب الرياضة بتاعي Do you know where it is? Do you know where it is? ها قال له إيه No I don't know ميكمل برضو I can't find it and I have a math homework يعني أنا مش لقيه وكمان عندي واجب math I can help you find you your book يعني أنا هساعدك عشان تجد كتابك حبا بس أوضح اللي هي أهم الأسئلة اللي جات في اللي سنوان وكان فيه سؤال بيقوله What are you doing? What are you doing? كان عبارة عن السؤال اللي هو What are you doing? ده معناه ماذا تفعل أو ماذا بتعمل يعني تمام طيب الإجابة بتاعته هنا احنا متفقين Are you في السؤال بتقلب لأيام في الإجابة لأيام في الإجابة يبقى حيبقى إزاي السؤال What are you doing? وحنجيب الverb في نفس الزمن ال-ING بتاعت doing حيبقى أن الverb اللي أنا هجيبه أو العمل اللي أنا هجيبه ده هيكون في المضارع المستمر نكمل كده إجابة السؤال What are you doing? وزي ما قلنا أني حنبتدي طبعا بأيام لأن السؤال فيه Are you? وحنقول I'm وحنجيب في نفس الزمن ال-ING أو المستمر I'm looking for Looking for For my Math Book يعني أنا بأبحث على كتاب الرياضة أو الحساب بتاعي لو إحنا لاحظنا هنا طبعا I am نزلت عشان السؤال في Are you? We add look Look for يعني يبحث عن و-ING دي إلا هي طبعا دليل ال-continuous أو المستمر يبقى أي سؤال يجي لك بالطريقة دي What are you doing? هنجيب طبعا verb to be في زمن على حسب الفاعل أنا موجه الكلام لمن طبعا Are you هنا هتقلب لو مفرد I am لو لو جامع هتبقى We are زي ما احنا متفقين في كل مرة طيب وإحنا قلنا ING عشان doing ده دليل الاستمرار على أساس أنك بتدور على إيه أو بتعمل إيه في سؤال تاني برضو جاي في ال-unit وهو السؤال اللي بادئ ب-do متفقين طبعا أي سؤال بادئ بأي فعل مساعد إجابته إما بتكون yes or no do you know do you know يعني هل تعرف where يعني السؤال مضمون في السؤالين where it is where it is يعني أين هو do you know do you know الغيط هنا كده يعتبر ده سؤال where it is اللي هو أين هو do you know طبعا إحنا قلنا أي سؤال بادئ بفعل مساعد يأما يس يأما إيه no إجابته يأما يس يأما no لو يس حقول yes مثلا كذا مكانه فين لو no طبعا زي ما هو جيب هل الإجابة دي I don't no I don't no يعني أنا لا أعرف لا أنا لا أعرف طيب بالنسبة للسؤال بتاع where is it where it is طيب السؤال ده يعني أين إحنا خدنا اللي هو البروبوزيشن أو بليس اللي هو حروف جر المكان ودايما الإجابة هتكون إما فيها on على أو أو في أو behind خلف أو نكستو بجوار أو across في جانب في جانب الثاني من الشيء وهكذا دولة بالنسبة ل البروبوزيشن بتوع places أو place اللي هي حروف جر المكان السؤال بتاعها where it is يعني أين مكان الشيء ده مثلا لو أنا هتكلم مثلا هنا في منضدة وحقول هذه مثلا cat عشر سمك حلو يعني بس تقبلوها مني where is the cat where أو where it is where is this أو where is the cat أين القطة هقول إيه it's it's on the table it's on the table it's on the table طيب نفترض إنها هنا البول دي مثلا where is the ball it's under the table it's under the table يعني تحت المنددة where is the مثلا برضو مثلا النحلة تمام where is the b it's next to next to next to big war the table where is the the chair or armature where is the armature here it's it's across of across from the table it's across from the table يعني here if we have two chair there are cross from that table يبقى دول ايه في جهة المواجهة للطرويزة او المنددة ده بالنسبة لي الجزء الثالث في grammar بتاع unity اخر حتة في grammar اللي هو طبعا احنا متفقين ان اي فعل يجي مع بعد كان بيجي في الانفيناتف سواء كان دي مزبطة او ما في يعني سواء هي كان او كان اللي بيجي وراها مصدر تمام الشكل الاول للفعل يعني انا لو جيت هنا هقول زي ما هو جيب هالي في المحادسة i can't i can't find i can't find يعني لا اجد ادي كانت ما infinitive مصدر it i can't find it i have i have math homework math homework homework we have math homework ناخد لبانا برضو من حتة ان مفيش فعلين بيجو ورا بعض مصرفين يعني هنا برضو لو حنلاحز ان الفيربي ده infinitive اللي هو مصدر معنا مايجيش فعلين متصرفين ابدا ورا بعض اللي مايجي الفعل الاول لو متصرف الفعل التاني طبعا بيبقى مصدر ولكن هنا طبعا الفعلين جايين مصادر لاني كانت مافية سواء كانت مافية مصدر هي هيها الفيربي بيجي مصدر حنشوف لو هي مصدر المصدر التاني يوربوك كل النا انا قدر يقوله ان كان او كانت اللي بيجي وراها مصدر بدون اي تصريف ولو جاي فعل تاني وراها يعني لو تتولقت الافعال بعد كان والمصدر اللي وراها الفعل التاني بيجي في المصدر وبكده اكون خلصت معاكم اهم النقاط المهمة في جرامر لصف الثالث الابتدائي اتمنى ان الشرح يكون عجبكم وننتقل للجزء اللي هو الماث دلوقتي ودي انشطة او حاجات احنا بنعملها في كل منزل وده لسنتو يعني ارتب فراشي اللي هو اكنص الارض او يكنص الارض في ذكعة يطعم القطة يعني يقطع الخضروات وممكن تمشي برضو بس خلينا في اللي هو يقطع اي حاجة احنا بنكلها اللي هو ينظم او يعد مائدة الطعوم يبقى دي افعال احنا دايما بنعملها وانحنا في المنزل اللي هي نو حد عندي قطة يعني بيأكلها وفيد دي للحيوانات الاليفة كلها ممكن في ده يعاند اللي هو الفراخ في بيبيز اللي هو بنطعم الاطفال الصغيرين ففيد ده بمعنى يطعم اي حاجة بنطعمها بنقول عنها في كط طبعا ده اللي هو يقطع مع كل الحاجات اللي احنا بنقطع بيها ست ده منظم المائل جينا الحتة مهمة جدا في الجرامر وهي اللي هي حروف جر المكان و جابهن والصور ومنضحن كويس خالص in اللي هي في on على behind اللي هي خلف next to بجوار across from زي ما احنا شايفين في الصورة مقابل او على الجانب الاخر ده تمرين خفيف كده او امثلة او الاماكن واماكنها فين انا ممكن اوصف المكان او الشيء بجوار الشيء او بجانب او على او ممكن انا برضو بسأل السؤال اما انا بقول جملة خبرية عادية فبقول شيء جنب الشيء او شيء بجوار الشيء نشوف اول جملة ودي على اللامب زي ما احنا شايفين الابجورة الصغيرة دي ومكتوب the reason on the table يعني يعني يوجد اللامب اللي هو مصباح او ابجورة زي ما احنا شايفين on the table يعني على الترويز on بمعنى على there is an armature next to the cupboard يعني يوجد قرصي بمسندين على جنب بالجوار اللي هو الدلاب cupboard نخد اللي بقى نفي زي رز a وزي رز an زي رز a مع الكونسنت اي كلمة بادقة بكونسنت اما an بتيجي مع الكلمات اللي بادقة بفول اللي هو المتحرك وهما الخمسة الفول اللي عندنا اللي هما a i u u دول اللي بيبدأ بهم اي كلمة هنجي معهم بايه an article an ناخد ناخد اللي بنا للصورة الثالثة there is a bookcase behind the table ناخد لبنا كده ان التابل الترميزة الاول وبعدها البوكيس اللي هي المكتبة يبقى البوكيس بالنسبة ل table behind وراء او خلف الصورة الاخيرة there are army chairs دي جمع بقى army chairs across from the tv او television يبقى there are army chairs اللي هو جمع and there are يعني يوجد كراسي بمسندين across from the television يعني امام او على الجانب الاخر من التلفزيون وبكده نكون خلصنا شرح الاماكن او حروف جر المكان ودخلنا دلوقتي على lesson 5 وهو عن ويتكلم عن اللي هو ضرب والقسمة نشوف كده لو هو عايز يقول مثلا 3 في كذا هنقول ايه 3 multiplied by 3 وهنقول equal يعني يساوي وبعد كده division اللي هو القسمة ونشوف هناخد امثلة دلوقتي على كده lesson 5 وهو عن science وهنا بشرح اللي natural resources اللي هو الموارد الطبيعية وده درس مهم جدا حتى ثقافيا للاطفال وهي حينفعنا في موضوع لو اشتغلنا ابحاث فاحنا لازم نعرف الدرس ده كويس ممكن ينفعل المرحلة دي ممكن ينفعل أي مرحلة لو هنكتب ابحاث نشوف كده اللمب اللي هو اللمضة spoon اللي هي المعلقة ruler اللي هي المسطرة chair اللي هو الكرسي knife ناخد لابدنا النكية سيجل وحنبدأ من الآن knife اللي هي سكينة bike اللي هي دراجة nails اللي هي المصامير paper clips اللي هي مشبك الورق ودي كلها أشياء طبعا بتصنع من natural resources اللي هي موارد طبيعية ودي أغلبها بيكون في تصنعها داخل الميتا اللي هو المعدن ولو لاحظنا هنشوف كل حاجة من دول داخل فيها جزء معدن نكمل اللسن وهو داخل العق اللي هو طبعا المورد الطبيعي natural resources وي بتكلم هنا على sand وبيقول in Egypt we have many natural resources طبعا في مصر بتحقو بالكثير من المصادر الطبيعية من هالساند is a natural resource we can make glass from sand يعني احنا بنقدر نصنع الزجاج من الساند طيب ما راح تصنيع الزجاج من الساند ازاي هو عامل هالي دلوقتي بيقول ايه اول طبعا صورة ومرقمة number one we take sand from the desert طبعا احنا بنحصل على الرمال من الصحراء تاني مرحلة اللي هي we add chemicals to the sand يعني احنا بنضيف بعض الكيميائيات او مواد الكيميائيات للرمال طبعا number three اللي هي then we put everything in a bowl طبعا بنضع كل الاشياء دي في اناء number four we mount the sand and chemicals to make liquid طبعا بندوب او بنصهر الرمال و المواد الكيميائية عشان نخليها سائل number five المرحلة number five اللي هي then we shape the glass طبعا بنشكل الزجاج number six we can make many things from glass طبعا بنصنع عشياء كثيرة جدا من الزجاج وبكده خدنا مراحل اللي هي تصنيع الساند وتحويله من رمال الى glass اللي هو الزجاج و ندخل على اهم مورد طبعا or the important natural resource اللي هو اهم مورد من موارد الطبيعية اللي هو الوضر و اللي هو الماء another Egyptian natural resource is water اللي هو الماء farmers give water to the plants اللي هو طبعا المزرعون بيحضروا الماء للنباتات أو بيروه يعني farmers get water from the night طبعا الفلاحون بيحضروا أو بيحصلوا على الماء من النين ولو نلاحظ كلمة night مع انها جاي اخر الكلمة وفي الوسط يعني جاية مش بداية الجملة ناخد لابننا ان هي جاية كده عشان هي مظهر من مظاهر الطبيعة يعني الخضروات أو الخضار بيحتاج لمية عشان ينمو ناخد لابننا من حرف الجر قبل الاماكن العامة زي ما قلنا ويمكن اسم اليونة at home برضو وهنا المباني اللي هي تعتبر خارجية بنيجي معها بحرف الجر at ده ده ويقيت بش روز وبعد كده احنا بناكل الخضرة في وقت ودل وقت جاي وقت الفناكس ونشوف كده الكلمات اللي هو جايبها جايبلي صوت الير وي اير نشوف كده الصوت هار ار ار اللي هو شعر تشار ار اللي هو كرسي بار بار ار اللي هو الزرج من نشوف ال اي اي ار ار اللي هو اير اللي هي اذن يار اللي هي لحية يبقى اير كده انا خلصت معكم يونت فور وهي بعنوان اد هوم من الصفة الثالث الابتدائي المقاول ويا ربي كوت الفيديو عجبكم واستفدتم منه وانا وعجبكم ياريت سبسكرايب لقناة ولايك وشير عشان يوصل معلومات لأكبر عدد ممكن يكون محتاج للمعلومات دي بطريقة مبساطة ولكل الامهات وابرياء